قبيل انتهاء أشغاله يركز عربو الطريق العابر للصحراء على أن يكون رواقاً اقتصادياً يدر بالفائدة على الدول الستة وأن يغير فكرة أن إفريقيا مصاب لمنتجات العالم، بل منتج ومصدر كذلك ومتجزه بكرة أن يقدم جاء بأسيقياً يدر بالفائدة على الأخير لكي نستطيع الوصول هذا لكي نتمنقى الوصول إلى الوصول الوصول للمسيقياً ومساعدة، ولكن يجب أن يقول أننا في مقاعدةاليين مع القبيلان ومع ذلك الآن مقاعدة، مع القبيلانات، مع قبيلات الحقيقة مع القبيلانات، مع القبيلات تتعرض مع الانتهاء، بلنسيقياً في الانتراك في الوروطربي استغلال طريق اقتصاديا وتعاون بين عربيه الستة أولوية على رأس ورقة الطريق القادمة ال56 بيئة سيكون هناك مختلفة بيننا سنقوم بمشاركة سد سد ونحن نبحث بمشاركة في نازل في أوروبا وممريكا في الانتراك في الانتراك أريد أن أخذها في الألجيري الطريق الذي سيكون بديلا للممرات البحرية التي جنت سعرها مؤخرا ينتظر كذلك أن يحدث التوازن في المعادلة التجارية بين إفريقيا وشركائها وفق مبدأ رابح رابح